في الحقيقة الأهلي بمن حضر؟ الأهلي هو المرعب للقارة السمراء لأنه حاصل على البطولة لمرتين على التولي وعنده النهاردة مواجهة مهمة جداً للحفاظ على اللقب الإفريقي والبحث أيضاً عن النجمة الحضاشة النهاردة الأهلي هيقابل الرجاء المغربي في دور التمانية في لقاء الذهاب اللي هيتلاقيه في القاهرة عفواً بحضور 20 ألف متفرج متش مهم متش كلنا بنقول يا رب فيه للأهلي علشان خاطر يتأهل لأن الأهلي بيمثل في هذه البطولة يعني الأندية المصرية ولو الزمالك كان موجود في هذه البطولة كنا هنقول نفس الكلام وهنقول يا رب أيضاً للزمالك لكن المتش في غاية الأهمية وكل الجمهور النهاردة كل جمهور الكرة المصرية ملتف حوالين النادي الأهلي وبيقول يا رب علشان نقدر نحن نوصل للنجمة الحضاشر تفاصيل أكتر هنعرفها من الناقد الرياضي اللي مشرفنا فيها للستوديو الأستاذ سعيد علي أهلا بيك أستاذ سعيد أهلا بيك أستاذ أحمد صباح الخير عليك يعني ماتش مهم قدام بنتكلم على فريق هو حاصل على اللقب أو المركز الثاني برصيد أربعين نقطة تحديداً بعد بنتكلم على أربعين نقطة دي بعد هو في الوداد المغربي بنتكلم على عنده اتنين واربعين نقطة أو تلاتة واربعين نقطة فيه منافسة قواة جداً تلاتة واربعين نقطة موسيقى نهاردة بنتكلم عن مباراة فريقين مرشحين للفوز بدور الأبطال تشابه كبير جداً في أمور كتيرة ما بين شخصية الأهل وشخصية الرجاء المغربي بتخلي المباراة أكثر تعقيداً من مواجهات تانية كتير فبالتالي أنت بتتكلم عن نهاية مباكر فكرة كمان أن النادر أهلي تفوق على الرجاء في الفترة الأخيرة وفوزه بالصبر الأفريقي ده خلق حلة من الندية والحوافز بشكل أكبر خاصة عند الرجاء فده بتشوفه وبينعكس من خلال تصريحات اللاعبين وتصريحات الجهاز الفني اللي بالفعل بتشوفوا أن المباراة دي تحدي كبير جداً وبيتعاملوا معنا بفرصة لتعويض خسراتهم لأنهم كانوا بتشوفوا نفسهم أحق بالصبر الأفريقي رغم أن النادر أهلي كان قدم مباراة رائعة فبالتالي احنا بتشوف من قراءة صعبة بتأتي النادر أهلي في ظروف صعبة أيضاً لأن النادر أهلي في الفترة الأخيرة بيمر بحالة تراجع مستوى الشكوك كتير حصرت مسلماني حصرت اللاعبين يمكن ده كان فيه كثير من المبررات اللي مازال مسلماني بيعددها لما تشوف في المؤتمر الأمس بتكلم على المباراة بيقول الناس اللي بتنتقد الأداء الناس اللي بتنتقد النتاج في فترة أخيرة الناس اللي انتقدت نتاج الأهلي في دور المجموعات تنظر لريال مدريد ريال مدريد هزم من فريق بيلعب الأول مرة في تاريخه في دورة أبطال نادر شريف النادي بتصخر من اسمه ثم في النهاية نادر يال مدريد فيه قبل نهائي دور أبطال أوروبا بس الفكرة أن الجمهور المصري مش هيتقبل حاجة غير الفوز الفترة الجاية قائمة الأهلي شافت الفترة اللي فاتت رجوع تاني وليد سلمان اللي كان غايب بقاله فترة وصلاح محسن المصاب شايف ده ازاي طبعا بشوف بالتحديد صلاح محسن ورقة مهمة جدا النادي الأهلي اتقادها في فترات الأخيرة لعب قادر في كل لحظة يدخل فيها أنه يعطي الإضافة لعب بيمتلك ميزة مهمة جدا عن لعبين كتير في الملعب أنه فعليته على المرمى عالي قوي بمعنى أنه من فرص قليلة أو من أنصف فرص بيدرسك الأهداف كمان وعيه وزكاءه في اختيار الأماكن بيمكنهم أو بيساعد من الأهلي على خلق الفرص فأعتقد صلاح محسن أضافه مهمة جدا للأهلي في الفترة المقبلة ومتوقع أنه فعليا هيضيف للفريق كتير كمان كابتن وليد سليمان واحد من الخبرات المهمة جدا اللي أنت بتحتاجها في توقتات زي دية حتى لو مش داخل الملعب خارج الملعب دوره في قيادة المجموعة دوره في تحفيز زميله بيبقى مهم جدا وده ملموس ملموس جدا جدا في النادر أهلي في السنوات الأخيرة خاصة بعد رحيل شريف إكرامي ورحيل عبدالله استعيد ورحيل أحمد فتحي عدد كبير من اللعاب القدامة اللي عندهم التجار والخبرات رحلوا لكن وليد سليمان قدر فعليا مع محمد الشيناوي يسد هذا الفراغ وقدر فعليا أن يكون قائد مهم أو واحد من الكباتن المهمين في الفرق القادرين يضيفه في أعتقد عوضة مهمة جدا جدا صلاح محسن وليد سليمان في توقيت موسيماني يحتاج لهم في فضل الهيئة يمكن إحنا عندنا كل الخيارات موجودة الحداشر اللاعب نقدر إحنا يعني أو موسيماني تحديدا يقدر يلعب بأي اسم صحيح بأريحية كبيرة لكن فيه كلام إن علي معلول مش هيشارك لغيابه مبارحا التدريب شايف خط الدفاع هيبقى شكله عامل إزاي عندنا النهاردة طبعا علي معلول هيتم استبداله بشكل واضح جدا لو مش جاهز النهاردة للمباراة يعني هو بنسبة جيرة سيغيب عن لقاء اليوم فيه خيارين الخيار الأول محمود وحيد وده الأضعف أو الاحتمال الدفع بيه هيكون هقال والاختيار اللي أنا برجحه وبشوفه أقرب إنه يحصل إنه يعتمد على أيمن أشرف في مركز الزهير الأيصر ما كان علي معلول لإمكان ده كمان هيعطي نوع من الاتزان يمكن أنا ربما حتى في حضوره علي معلول كنت أفضل مثلا أو أفكر إن أنا مبدأش بعلي معلول لأن الحقيقة علي معلول متراغة بشكل كبير جدا بدنيا واضح إنه مش بنفس الحالة اللي كانت عليها من فترات اللي فاتت بمحتاج بعض الراحة ربما إصابته دي نتجة عن إجهات في الفترات الأخيرة فبالتالي بشوف أيمن أشرف في الجهة اليسرى محمد عبد المناء مفعال بالدفاع مع ياسر إبراهيم وطبعا في المركز الزهير الأيمن ما زال في حيرة ما بين كريم فؤاد ومحمد هاني في هذا المركز لكن أنا بشوف إن الفوارق قليلة ما بين الاتنين وأي لعب من الاتنين قادر يقوم بالأدوار وإن كان محمد هاني ربما هجوميا يعطي إضافة أكتر لأن كريم فؤاد محتاج بعض الوقت طيب سعيد تفتكر هنشوف أفشة ولا أحمد عبد القادر الاتنين أنت نفسك الاتنين ولا هواحنا نسوف الاتنين لأن أنا بشوف إن مستر بيتس موسيماني في الفترة الأخيرة بدأ يعدل من الطريقة شوية وبدأ يتخلى عن فكرة إنه يلعب بتلاتة ارتكاز أو تلاتة لعبة ديفندرات بشكل واضح بأدوارهم موظفية اللي هو عمر السلية مع حمد فاتح معالي ديونج بدأ يريح واحد منهم ويعتمد على أفشة في مركز صناعة اللعب بشكل أكتر فده بيخليه هتلعب باتنين جناحين فده بالتأكيد هيكون في أحمد عبد القادر ومجد أفشة حتى لو اضطر يلعب بتلاتة نص ملعب التلاتة الديفندرات بشكل صريح ديونج حمد فاتحي عمر السلية يعني بشوف إن المسلماني لن يتخلى عن أفشة في هذه المباراة وأحمد عبد القادر الاتنين هيكونوا الجناحين أيضا في المباراة فبالتالي لا غنى عن أفشة ولا غنى عن أحمد عبد القادر لأن أدوارهم مهم جدا للفريق وأعتقد أن أي أسماء الثانية حتى بيرستاو يعني أقل من الاتنين ومش هيقدم الإضافة اللي ممكن إضافها سواء أفشة في أدوار التحكم في أدوار ضبط الإقاع أو حتى أحمد عبد القادر في الحلول الفردية اللي بيقدمها فأنا أعتقد إن شاء الله نحن نشوف نهاردة أحمد عبد القادر مع مجد أفشة من بداية المباراة طيب سيدي يمكن بيتسو مسماني تكلم عن أن المواجهة مواجهة مسهلة بالمرة وأن المدير الفني للرجاء هو صديق يعني شخص لي وبيتمنى له يعني طبعا يعني التوفيق لكن مش على حساب نفسه أكيد أكيد طبعا شايف إزاي هيتعامل رشيد الطاوسي مع معطيات هذه المباراة في ظل غياب الباكليفت عنده عنده بعض المشاكل الفنية لسه في ظل أيضا يمكن التجربة أو من خلال المتفرج للمباريات الرجاء بلا أنه هو رشيد الطاوسي بيعتمد على الأسامي الكبيرة بغض النظر عن الخبرة ويمكن ده اللي ظهر في المباراة اللي فاتت مع مشكلة حارس المرمى عندهم حارس مرمى محمد فخره وعندهم أنس الزناتي اعتمد على أنس الزناتي رغم أنه عائد من إصابة ورغم ذلك ما أداش المطلوب منه ودخل فيه جواني فشايف إزاي هيتعامل مع معطيات هذه المباراة في ظل المشاكل الفنية اللي موجودة عنده شوف في البداية دايما المدرب الوطني في مندية شمال أفريقيا بيكون أكثر صعوبة من المدرب الأجنبي ليه؟ لأنه بيبقى فاهم كواس جدا طبيعة شخصية اللعب المصري وفاهم طبيعة المواجهات الخاصة في شمال أفريقيا وعارف أن جزء كبير من المباراة دي بتحسن بالتأهيل المعنوي والتجهيز والتحفيز ولو عامل نفسها كلها فبالتالي دايما بتجد صعوبة كبيرة لما تقابل المدرب عربي يمكن شوفت ده مع معين الشعباني حتى مع المصري البور سعيدة قادر يتفوق على المسلماني لأنه بفاهم جدا الأندية الشعبية والمباراة اللي بتحكم عوامل جمهورية كتير فده بيخلق صعوبات أكتر رشيد التوصي مدرب من المدربين اللي مستماني يقرأه وجاهه بمعنى مش إن المدربين اللي بيحبوا يلعبوا كورة ويتقدموا بشكل مبالغ لا هو يعني يميل أكثر لفلسفة مستماني مدرب بيسرق ماتشاط يعني ما يقدم لكش أفضل كورة لكنه قادر يختفق يعني هو واحد من أفضل الدفاعات في دورة أبطالة أفريقيا مع ساندونز والتراجي هما ثلاث أفضل ثلاث أندية دفاعيا فهو بيدافع بشكل منظم جدا جدا عدد كبير من اللعبين تحت الكورة ما بيستعجلش وبيصل للمرمى بدون بازل جهد كتير يعني لما تشوف سبع أهداف للرجاء في دور المجموعات من خلال أربع قراط ثابتة وثلاثة بلمسة واحدة بينقل اللعب من ملعبه للملعب خلف خطة فعل الخصوم وهو بيجمع أو بيلعب على لعبة واحدة طول الوقت إن إزاي واحد من المهاجمين التلاتة اللي هو محصن متولي حميدة حداد زريدة ياخد المساحة أو ينطلق في المساحة حميدة حداد كمان غير حميدة حداد اللي كان بيلعب في الزمالك انا شايفين شخص تالي خالص بينفذ الفجر دي بشكل رائع جدا اللي هو أنت إزاي ما بين الدفاع تلاقي المساحة وإمتى يتعامل كروسبوس في المساحة الفاضية فبالتالي ما بيبزلش جهد كبير ولا بيحضر كتير ولا بيتدور كتير علشان يقدر يخلق الفرصة فده النوع اللي بيرهقك جدا جدا في مبارات الاقتصائية المبارات خروج المغلوب فبالتالي ده نوع مسلماني ما بيحبوش مسلماني يحبي نوع مدرب الوداد في الأدوار السابقة أو في السنين السابقة اللي هو بيتقدم بيستحوز بيتدور فتعالي ما أنا هسرأك واختف المساحات وأقدر أصنع التفوق فأنا بشوفها مواجهة صعبة جدا بين اتنين مدرستين متشابهين في طريقة اللعب يعني طب معنى كلامك ده أن مسلماني هيبعارف هيلعب ازاي؟ طب احنا شوف ده بقى مسلماني بيلعب بكذا طريقة الفترة اللي فاتت سواء في أفريقيا أو في الدوري النهار ده بقى مسلماني هيلعب الساي مسلماني طبعا زي ما حضرتك قلت بيلعب تلات طرق لعب تلات متفعيل أو تلات ديفندرات أو الطريقة الاعتيادية العادية الأربعة اتنين تلاتة واحد كل السيناريوهات تورده مع مسلماني ومتقدرش تتوقعه لكن انت تقدر تقول هيعمل ايه وامتى لو هو متخوف ومتحفظ بشكل مبارك فيه هيتطر يعتمد على حمد فتح النهار ده كمدافع ثالث بين الدفاع وأنا أستبع ديه السيناريو التاني اللي ربما يكون يعني يحصل بشكل كبير الاتزان حالة الاتزان انه هو يعتمد على ثلاثة لعيبة في الوسط اللي هو حمد فتحي أليو ديانج وعمر السليا لكن لو مسلماني طمعا في المباراة وأتمنى أن يكون طمعا في المباراة ولازم يعمل ده يعتمد على اربعة اتنين تلاتة واحد وديه الطريقة اللي النادي الأهلي بيقدم فيها هجوميا أفضل ده أنه يكون فيه اتنين ارتكاس فقط أليو ديانج معايا من الاتنين عمر السليا أو حمد فتحي ويكون قدامهم أفشة في مساحة العرضية بيتحرك بشكل حر على شان يقدر يقوم بأدوار صناعة اللعب مما بين الاتنين الجناحين الصراحين سواء أحمد عبدالقادر وبرسيتا أو أحمد عبدالقادر وحسين الشحات خلف محمد شريف فدعا ما أقول لحضراتك موسيماني ما تقدرش تتوقع هو هيلعب بنا طريقة أو زي ما أنت قلت في البداية هل تتجري عيردا خطايب لانتقادات السوشيال ميديا؟ لا موسيماني راغل عظيم جدا في التعامل والتواصل مع الجمهور محترف جدا وكمان يعني بيلفت نظرة دايما في موسيماني أنه متابع جاد جدا 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 للي بيحصل في العالم يعني هو طول الوقت يقول لك واردولا قال كلوب عمل ريال مادريد بيحصل له بيحكي لك التفاصيل أنه هو يعني للأسف الشديد عندنا المدربين في الدورة المصرية ومدربين مصرينين بعاد كل البعض عن التفاصيل اللي بتحصل في القرية العالمية علشان كده مش قادرين يتقدموا ويتطوروا بشكل كامل اللي قادر يعملوا موسيماني موسيماني يفارق عنهم لأنه مطلع بيحاول يشوف إيه اللي بيحصل طول الوقت فكمان فكرة التعامل مع الجمهور والتعامل مع الانتقادات دي موسيماني بيتعلمهم موسيماني ملم بالمتغيرات ومتجددات اللي موجودة على الساحة الرياضية بشكل عامل صحيح طيب شايف ان موسيماني يعني انت قلت يا ربي يكون طمعا في المباراة شايف ان موسيماني لا غنى عن الفوز اتنين واحد على الاقل علشان خاطر يكون مستريح في ماتش هناك انا شايف ان اهم شيء ان يرد انك ما تستقبلش يعني حتى لو تقصى واحد صف مهم جدا جدا انك ما تستقبلش علشان تتجنب قاعدة الهدف بهدفين واحد صف فقط كفيلة بان ان هذا الاهلي يكون قادر في المغرب انه ما يخسرش وانه يقدر يخرج اسمها برضو مش مضمونة اللي انا ما اخسرش هناك صحيح هي مش مضمونة لكن انا اقصد انك ما تستقبلش لانك حتى لو كتبت اتنين واحد الهدف بيبقى قاعدة الهدف بهدفين خارج الديار دي بتصعب مهمتك اكتر فانا بشوف ان اعني انا هاجم انا ابحث عن الفوز لكن الاهم انك ما تستقبلش حتى لو ده هيخليك تفوز فوز قليل لكن الديار الاهلي زي ما احنا عارفين شخصية قوية جدا وكمان من الحاجات اللي بتخليك تتفاعل بالاهلي في الظروف الصعبة مع مسلمان بالتحديد انه تحت الضغط ولما تكون أنت بتشكك فيه أو الانتقادات بتتزايد حواليه دايماً بيقدم لك أداء ما تتوقعوش وبيقدم نتاج جيدة فأنا إن شاء الله النهاردة أتمنى أن الأهل يخرج من المغراء بدون استقبال هدف السراء كانت نتيجة 1-0-2-0 أي أن كانت هي مهمة من استقبالها النهاردة لأننا فعلياً كل بجمهور الكرة المصرية بيقول حاجة واحدة بس يا رب الأهل إن شاء الله وإذن الله فعلياً عايزة أقول أننا نتعرض لضغط غير عادي في المغرب وجمهور الرجاء فعلاً واحد من أشرس الجمهير في القرارة الأفريقية هتكون ملحمة كان إحنا الأهل دايماً بيفرحنانا متفاعلة إن شاء الله لو ده حقيقي فكرة الأهل حتى لو أداءه ضعيف هو دماء بيجي عند المباريات المهمة بيلاقي أداءه بنفس أداء الخصم ويمكن بيتفوق عليه كمان صحيح تحت الضغط المسلمين يدخل المباراة صراحاً بيكسب أطوال ما أنت بتشاكك فيه أنت بترفع عنه الضغط وهو بيحب ده قوي هو يحب دايماً أن أنت بتشاكك فيه وتقلل منه عشان يفاجأك بفوق توقعاتك أو بسفوصة سوف نتكلم عن بقى دوري أبطال أوروبا وطبعاً ليه متابعين كتير عندنا مش بس مصر في الوطن العربي كله فيه مطش لليفر بول وفيه مطش لمنشستر سيتي شايف إيه بقى اللي هيحسن النهاردة ليفر بول ومنشستر سيتي في البداية في كاسل الاتحاد الإنجليزي النهاردة المباراة مهم جداً ودي المباراة الثانية اليوم في أسبوع واحد بعد مباراةهم في البريمر اللي يعني جيلة حاسم البريمر اللي ليه شوية لسه فرق نقطة واحدة النهاردة المباراة أصعب على الفرقين بعد مواجهات قوية اليوم في دورة أبطال أوروبا لكن حظوظ ليفربور بشوفها أكبر كتير جداً لأن فعلياً يورجين كلوب قدر يريح العناصر الأساسية بشكل كامل في مباراة بمفيكة الأخيرة في حين أنه واردولا خارج من حرب مش ملحمة يعني يمكن الفريق مجهد بشكل كبير جداً أكتر من إصابة دي براين وأكتر من لعب وولكر تعرض لإصابة قوية جداً جداً في حالة إجهات واضحة جداً على كنسيلو وعلى برنامدو سيلفو وعلى رودري فأعتقد أنه واردولا هيلجأ النهاردة إلى تدوير كبير جداً في التشكيل فهيشوف كلوب بالقوة ضربة أشوف محمد صلاح موجود من بداية المباراة ساديوماني الفرقة كاملة فان دايك بيعود روبيرتوس مؤرنولد للتشكيل الأساسي بعد غيابه من مباراة الأخيرة فبالتالي بشوف النهاردة أن حزوز ليفربول أقوى كتير من السيتي لكن يبقى جواردولا وفريقه هو جواردولا والفريق الأقوى في العالم اللي بيجمع حواليه دايماً دي الحدود الأفضل لكن شايف المنافسة إزاي هتكون ما بين الفريقين المنافسة لو بتكلم عن بريمال ليج لو بتكلم عن منافسة بريمال ليج فارق نقطة واحدة ولسه متبقي سبع جوالات صعب تتوقع من أي حد في أي وقت ممكن يخسر خاصة أن مثلاً ما تيجي تتكلم عن ليفربول عند مجهات مع منشستر منايتد وتوتنام الاتنين بينفسوا على مراكز أوروبية ومحتاجين مراكز صعبة أيضاً منشستر سيتي من الان دي رغم أنه فيه إجماع عن النادي الأفضل في العالم لكنه ممكن يقع قدام في رقي صغير بمعنى أن الان دي اللي بتتكتل وبتدافع بشكل كويس جداً بتخلق له صعوبات المنافسة الأوروبية خاصة أنه بيفتقد المنافسة الأوروبية فأعتقد أنه مازال عنده اختبار صعب جداً جداً واستهام في واستهام من الان دي اللي بتنافس على أنا وبس أنت توافقنا على سؤال المنافسة الأوروبية ما بينهم دورة أبطالية طيب دورة أبطال دلوقتي إحنا نتكلم عن منافسة منشستر سيتي عشان كده أنا شايف منشستر سيتي وليفربول في إطار محلي أكتر لأن في وجود ريال مدريد زي ميسيميوني قال في المؤتمر الأخير لما سأله بتنصح ريال مدريد بإيه سابق المؤتمر ومشي قال أنا ماينفعش أنصح ريال مدريد في الأبطال لأن ده الأبطال يعني ريال مدريد فبالتأكيد المنافسة قوية جداً ما بين عندها الثلاثة حتى في ريال الفريق المفاجأة في هذا الموسم خرج يوفينتوس وخرج بير مونيخ في المقرار الأخيرة بشوف أن الأربع بيمتلكوا نفس الحظوظ الأربع قادرين على أنهم يكونوا في نهاية الموسم بطل لدور الأبطال لكن زي ماينتوا شايفين فعلاً وأنا متفق معاكم أن الكافة بيتاميل أكتر لليفربول ومنشستر سيتي ومتوقع أن أنا شوف نهائي إنجليزي وواحد من أفضل النهائات في تاريخ دور الأبطال الأربع كرة حلوة وممتعة ممتعة جداً هي قمة الهرم القروي في آخر خمس سنوات وبالتالي هي تتويج لعمل كبير جداً جداً أم بي الإنجليز وبيكشف أو بيعكس تفوقهم الكل في السنوات الأخيرة على الليجة الإسبانية فأنا بشوف أن هذا ستبقى مكافأة لهم ومكافأة لنا أن نستمتع بوجبة ونستمتع بنهاي استثنائي وكمان نحسن حظنا أن محمد صلاح يكون موجود فيه أو لعب مصر يبقى موجود فيه وهو أفضل فتراته فأنا نتمنى إن شاء الله التوفيق ورغم كل ذا نرجع بردو نقولنا تمنى التوفيق للنادي الأهل بردو النهاردة في مباراة الساعة سيد علي نورتنا في هذا التحليل الرياضي الشيق لأسبوع أو بداية أسبوع كروي بامتياز سواء كان إفريقي أو أوروبي أيضاً كل التوفيق لحضرتك نورتنا في صباح ربما نحليك سيد عليك وكل التوفيق للنادي الأهل